ثلاثة رجال من الأمم السابقة تحديداً من بني إسرائيل التحبسوا في كهف مستحيل يخرجوا منه فقصت قصتهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه كيف الله سبحانه وتعالى أنجاهم من هذا المأذك بسبب سر عظيم حملوا كل واحد من دول الثلاثة إيش هو ده السر؟ وإيش اللي حصل بالزبط؟ وكيف خرجوا من الغارة أو الكهف هذا؟ كل هذا حنعرفوا في الحلقة هذه اللي عنوانها ثلاثة نطبق عليهم كهف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم سلطان حباد واليوم سنتكلم حلقة من حلقات سلسة البداية والنهاية اللي تبدأ بالسؤال أين كان الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض؟ وحتنتهي بإذن الله بسؤال كيف تأسد دول السعودية نحن فيها الآن فاليوم نحن في تايم لاين ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى ففي خلاص ما بقي حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في عنوان اللي هو الثلاثة اللي نطبق عليهم الصخرة هذه فنحبسوا في الكهف إذا عجبتنا فكرة سلسلة لا تنسى اللايك دعمنا بالشير والسبسكرايب لأنه مرة يفيدنا بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة شخاص منطلقين في السفر راحين مسافرين واما كذا ماشيين فجو مطار وعصو كذا الدنيا الجو كذا الجو الجو مرة ساع يسمو كذا كريزي وذر بمعنى أنه الجو فجف كان الدنيا كويسة فجف مطار وهوا وعصير فسرعوا كذا وراحوا آووا في كهف فراحوا كذا تخبوا في كهف والكهف هذا كان في جبل عشان يحتموا ويتخبوا من الجو هذا فلما الثلاثة كلهم يدخلوا الكهف واللي في الجبل دا ودخلوا خلاص فجأوا حجرة كبيرة تقفل عليهم مدخل الكهف فلنحبسوا الثلاثة داخل الكهف هذا وصار الثلاثة كده خايفين ايش يسووا ويحاولوا يدفوا الحجرة هذي يدفوا يدفوا ما في أمال الحجرة كبيرة سكى الباب كامل فاقدين يصرر أخو ياناس ياناس ثم ما في أي صوت سيطلع بره الكهف اللي مفيدة هم في خلق مسافرين ياناس ياناس ما في أي جدوى فلما تيقنوا انه خلاصوا انه ما في أمال تعرف اللي يا الله اش هنسود حين ينتكلم مع بعض يا جماعة خير اش هنسود حين انحبسنا جول جول كهف هذا وما اظن حين جينا إلا الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو اللي حنجيه مهما تصرخوا ومهما تنادوا ما في أي أحد حيسمعكم غير الله سبحانه وتعالى وجوب قالوا خلاص انقطع مكاننا وانقطع خبرنا ما في احد يعرف عننا ان الله سبحانه وتعالى ولكن جقينا لن ينقطي فقدين يتشاوروا يقولوا يا جماعة خير إش��كم كل وحد مننا يدعو بحاجة بين وبين رب أيشاي تحصل فيه عمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى يدعو به لعل الله سبحانه وتعالى يفرج همنا هذا يأمل الله يفرج تسمعنا ونجينا من هذا الغار اللي امنَنه نص على ده وفعلا كل واحد فيهم بدأ يفكر يعمل كذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى او اي سبب عشان ينجو من المكان اللي هما فيه هذا وقاعد كل واحد فيهم يتذكر الاعمال الصالحة اللي قاعد كان يعملها في حياتي وجه الاول مننا الاول من المسافرين قاعد يدعى الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب كان عندي ابوان شيخان كبيران عجوزين ما يقدروا ولا حاجة ما يقدروا يعمل ولا شيء قلت ما اقدم عليهم ولا احد بشرب اللبن اللي في العشي هذا لبن ان احبه في العشي ما اقدم عليهم ولا احد ما يشرب اي احد اول الناس امي وابوي وهذه كناية على انه كان جدا باربي اللبن اللي يحرب في العشاء ما يشرب اي احد الا اول شي ام وابوه بعدين يشرب اي احد تاني ففي يوم من الايام طال بي الوقت واتأخرت برا البيت وكان عندي كم حاجة فلما رجعت البيت اسرعت كذا وحلبت اللبن اللي يشرب امي وابوي قبل ما يناموا ولكن اكتشفت الاسف انهم ناموا واللبن في يدي فكرحت كذا وغير عادتي انهم اول ناس يشربوا قبل اي احد وفي نفس الوقت كرحت اني اصحيهم من انهم لين ما يكونوا هم كذا صحين من تلقاء نفسهم واشربهم اللبن فقعدت جنبهم طول العاتب نفسي على اني تأخرت ان اشربهم قبل ما يناموا فقلت في نفسي ما نمغير هذه العادة وحشربهم اول ناس ما نمشرب اي احد قبلهم لا زوجة ولا اهل ولا اولاد ولا اي احد فلما جاء الفجر كذا ابو ام وكذا قاهم النوم فجاه وكذا مستنيهم فسقاهم اول ناس من اللبن اللي حلبوا في العيش بعدا راح سقى اهله الباقين زوجته وهولاده وبعثها قال توسلم بالعمل هذا اللي الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنه الصخرة هذه اللهم ما ان كنت تعلموا اني فعلت هذا الامر وتعبت وصبرت منتظر عشان يصحب تغاء لوجهك فافرج عننا ما نحن فيه فعلا سجاب الله سبحانه وتعالى دعاء والصخرة بدت تتحرك شوية سبحان الله ان الله سبحانه وتعالى من جد يأكد قوله اما يجيب المضطرة اذا ادعاه فالسبشرة الثلاثة انه من جد انه لو توسلوا بعمل ومصالح هذا اللي الله سبحانه وتعالى فيه حاجة فيه حاجة قاعد تصير ورغم انه الصخرة هذه انفرجت شوية بس لسه ما يمدروا يخرج فجاء الثاني قال اللهم كانت لي بنت عم وكنت حبها مرة حبها وكان نفسي ازني بيها فوقتها امتنعت مني وابت انها تسايرني في الموضوع هذا لانها كانت فتاعة فيفا فلما جات سنة من السنين اصاب الناس كذا قحتوا جور فجدت ابنت عمي هذه وهي كانت من اشد الناس لي تحتاج اي شي عشان اعطيها اياها فجدت تطلب مني المساعد فقالت يا ابن عمي اساعدني اريد منك مالا مضطرة ابغى اشتري اي شي عشان بس اسد فيه جوع فوقتها قلت لها اساعدك بشي واحد بشرط واحد انك تمكنيني من نفسك قابل هذا المال يبغي يزني بيها فوقتها البنت اضطرت انها تجود بنفسها للزنة من اجل الضرورة وهذا ما يصير ترى ما يصير ولكن على الحال حصل فكمل الرجال كلامه وقعد يقول وفقت بنت عمي وعطيتها عشرين ومئة مية وعشرين دينار فلما اختربت من جماعها فجل بنت قاعد تقول لي كلامه تقول لي يا عبدالله اتق الله اتق الله ولا تفضل خدم الا بحقه اي لا تزيل العفاف الا بالزواج وقاعد تكمل كلامه وتقول انا اخذت هذه الدرام من الاجر الضرورة والحاجة فقط وكملت كلامه وتذكره بالله سبحانه وتعالى وقاعد تكمل كلامها تكمل كلامها فخاف الادمي هذا هو ذا اللي قاعد يتكلم وقام من عندها وترك لها المال اللي بيعطيها وانصرفت منه وانصرف منها فهذا يدل انه رجل الثاني ما ضعف ولكن لما اتذكر بالله سبحانه وتعالى خاف وسهب الشيطان اللي زيله الفتاة هذه وهو كان ثالثم وقت الموضوع ده فزي ما قلنا تراجع خوفا من خشية الله سبحانه وتعالى فقال اللهم ان كنت تعلم انه هذا الفعل كان ابتغاء لوجهك يعني ما قمت عنها وانا كنت قادر الا خوفا منك ورغبة بما عندك وليس خوفا من امها ولا ابوها ولا اي احد منها بل خوفا منك وتعظيما لك وخشيةا منك فافرج عنا واخرجنا من هذا الغار فجاء الصخرات تنفرج شويتين كمان زيادة بس لسه ما يمديهم يخرجوا بس الصخرة قاعد تبقى تنفرج فحس انه يلا 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 فجاء الثالث فقال اللهم اني استاجرت وجراء ناس اجيبهم عندي عشان يعمل فعطيت كل واحد منهم اجروا الا واحد مشيء وما اخد الاجر اللي يستحقه فحفظت على اجره هذا وتاجرت واشتريت اشياء منه عبيد وابل وبقر وغنم فمرت السنين وفججاني هذا العامل وجاء قل لي يا حبد الله تذكرني العامل هذا اللي اشتقل عندي قل لي يا حبد الله تذكرني لقد عملت عندك قبل سنوات وما اخد حقي فعجل الثالث قال لي العامل هذا اي فاكرك زي الناس فجاء العامل قال له الاسمحة طبع عطينا حق اللي ما اخدته منك فجاء الرجل الثالث قال له شفت هذا العبيد والبقر والإبل والغنم دول كلهم ملكك كلها أجرك انت وكر على الله وخده فجاء العامل هذا قال له بالله لا تقود تستهز مني لا تقود تستهبل علي أعطيني أجري أجري أحرف وأنا أعطينيها عشان خلاص أمشي في سبيلي وأبعد عنك فجاء الرجل الثالث قال له والله ماني مستهزئ بيك هذا كله أجرك خدت مالك وتجرت به وإنما يتلك هو فبارك الله فيه خده ففرح العامل هذا وخده كله ولم يبقي منه أحد هذا هو سعيد ثواني حتى تغير حياته كلها وكيف نصيبه من المال وقت الشغل هذا إلى شي مرة كبير ما كان يتخيله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون شوف كيف سبحان الله فجاء الرجل الثالث يتع الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتقاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا الثلاثة من تلك الظلمات بعدما نجاهم الله سبحانه وتعالى من الموت داخل الغار أو الكهفة لأنه فعليين لو لا الله سبحانه وتعالى لكانوا ماتوا في الغار هذا ولا حتسمعهم فخرجوا وقتها فرحين بالتوسل هذا والصدق والأخلاص اللي كانوا فيه بعدما توسل الله سبحانه وتعالى بعمالهم الصالحة هذه إنك توسل بعملك الصالح بينك وبين الله سبحانه وتعالى وديكوا اتمنى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح إنه أنا عملت كذا فياربي أعملي كذا لا ديكوا اتتوسل بعملك الصالح الشيء اللي انت سويته من جهة صدف فإن ربنا سبحانه وتعالى يفرج لك همك ولا كربك فسبحان الله لول بربي ووالدينه وربنا نجا والثاني عف نفسه وربنا نجا والثالث لد الأمان وربنا نجا وهذا اندلي دوله على أن العمل الصالح إذا كان خالص لله سبحانه وتعالى دول لا رياء ولا سمعة ولا امتنان ولا أي شيء صديقنا هذا يكون سبب لتفرج كربك وهمك سواء في الدنيا بإذن الله لك المنزل العليا في الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسل أعتقد خلاص كثرنا مواضيع بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم صح وحان الوقت عشان نبدأ سيرته العطيرة صلى الله عليه وسلم عشان كذا قصتنا الجاية عن إبرهة الأشرم الحبشي وليش هو فكر أنه يروح يهدم الكعبة حقيقي ليش هل راح كذا بس عباطة بيروح يهدم الكعبة ولا كان عنده سبب كل هذا هنعرفه يوم الربوع بإذن الله الأسبوع الجاي الساعة الثمانية بتوقيت السعودية السلام